خطوة غير مسبوقة الرئيس واركان الجيوش الفرنسية بير دوفيلياي يعلن استقالته من منصبه القرار جاء أياما فقط بعد خلف علني مع رئيس مانويل ماكرون حول اقتراحات بخفض ميزانية الدفاع وكان الرئيس مانويل ماكرون قد وجه مؤخرا انتقادات قاسية إلى دوفيلياي حول ميزانية الجيش ماكرون الذي يشغل أيضا منصب القائد العلى للقوة المسلحة بوصفه رئيس للبلاد قال في وقت سابق إنه إذا وقع خلاف بين رئيس الاركان الجيش والرئيس يذهب رئيس الاركان دوفيلياي قال في بيان له عقب تقديمه استقالته إنه سعى لقيادة القوات الفرنسية حتى تستطيع القيام بعمل صعب على نحو متزايد في إطار القيود المالية المفروضة عليها وأوضح أنه لم يعد قادرا على الحفاظ على استمرارية نموذج الجيش الذي يؤمن به لضمان حماية فرنسا والفرنسيين اليوم وغدا ولدعم طموحات بلاده وقال إنه تحمل مسؤوليته عبر تقديم استقالته إلى الرئيس منويل ماكرون الذي قبلها على الفور ويدكر أن السبب الرئيس في هذا الخلاف يعود إلى تقلص الحكومة الفرنسية ميزانية الدفاع للعام 2017 لتضمن بريس الوفاء بتعاهدات قطعتها بخفض العجز في الميزانية لأقل من 3% من الدخل القومي وهو المستوى الذي حدده الاتحاد الأوروبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر